اشترك في القناة تستطيع تساعد الناس هناك او اذا تريد مساعدة تستطيع تسأل هناك وقت ذرعه طاله قبل ان نبدأ ببرمج نظام التسجيل اول شي بك تعرف ما هو الآث و ما هو الآث و ما الفرق بينهم و اخر شي كيف تستطيع تبرمجه الآث هو اختصر لكلمة او مصادقة وهي عملية التحق من هويت المستخدم ووظيفته يتأكد من انه مستخدم الذي يحاول التسجيل وصوله لموارد معينة هو مستخدم حقيقة مصرع لها بالدخول عملية الآث تضمن ارسال المعلومات الاعتماد زي اسم المستخدم وكلمة مرور للنظام اللي يحتوي على معلومات الخاصة بالمستخدم من بعد يتحقق من صحة المعلومات اللي وصلت له و اذا كان التحقق ناجح يأتي المستخدم صلاحية الوصول لموارد المطلوبة اما الآث هو اختصر لكلمة هو بروتكول امان يتيح لم يستخدمين مشاركة معلومات الوصول الى حساباتهم مع تطبيقات او خدمات ثانية بدون ما يحتاج انه يشارك اسم المستخدم وكلمة مرور الخاصة فيه ما يعتبر Open Authorization 2 طريقة آمنة لتحققه من هوية المستخدم وشاركة معلومات الوصول بين الخدمات المختلفة طب الآن بتسألني وتقول لي ما هو الفرق بين أوث والأوبن أوث 2 الأوث يحتاج اسم المستخدم وكلمة مرور لكي تأكد من هويته أما الأوبن أوث 2 يعتمد على توكينات الوصول التي هي Access Token لكي تحقق من صحة المستخدم وعطاء صلاحيات الوصول للموارد لا يستطيع المستخدم أن يستخدم الأوبن أوث 2 لكي يوافق على مشاركة معلومات وصول حسابه مع تطبيقات ثانية وبدون ما يحتاج ان يكشف عن بيانات تسجيل دخوله وهذا ما نستخدم فيديو اليوم لكن انتبه مع أن الأوبن أوث 2 لها فوائد لأنه يمكن أن تجد مشاكل وضرار كثيرة يأتيك منها اختراق الحسابات او انتهاك الخصوصية او صعبة التنفيذ او التحكم المحدود وعدم التوافق واقري شيء أقول لكم كيف تتجنب الأضرار الاختراقات لو ما نفذ الأوبن أوث 2 بشكل صحيح ويمكن المخطرقين أن يجيبوا صلاحيات الوصول للموارد المستخدم لو ما كان في حماية كويسة بالأوبن أوث 2 يمكن أن يكون هناك مخاطر الخصوصية في استخدام الأوبن أوث 2 لأن مثلا إذا جاء تطبيق طرف ثالث وقدر يجب صلاحيات الوصول إلى حساب المستخدم ويمكن أن يستخدم هذه المعلومات بطرق غير مرغوب فيها أو الأغراض غير مشروعا ثالث الشيء تنفيذ بروتوكول الأوبن أوث 2 يحتاج مستوى من الخبرة معرفة الفنية ولازم على المبرمجين فهم التفاصيل التقنية وتنفيذها بشكل صحيح عشان يضمن الأمان والحماية رابع الشيء يمكن أن يكون للمستخدمين تحكم معحدود في الصلاحيات التي يعطوها لتطبيقات الأوبن أوث 2 ويمكن أن يكون صعب على المستخدمين سحب أو تقييد صلاحيات الوصول بعدما يعطوها لتطبيق معين ثالث الشيء يمكن أن يكون هناك تحديات في التوافق بين مقدمين الخدمة المختلفين وتطبيقات الأوبن أوث 2 وذلك يمكن أنه صعب في استخدام بعض التطبيقات أو الخدمات التي تعتمد على الأوبن أوث 2 أخر شيء كيف تتجنب هذه الأضرار وعشان تتجنب هذه الأضرار والمشاكل لازم تنفذ الأوبن أوث 2 بشكل صحيح وتتبع نشاطات الأمنية الموصف فيها لكل برنامج وهم شيء تتحدث البرامج والتحقق من سلامة الأكواد وتنفيذ نظام الراقبة وإحماية الوصول وهم شيء بين كل فترة وفترة تسوي عادة إنشاء أو بناء الأكواد بشكل أحسن وآمن أكثر من الكود الذي قميته قبل أخر شيء كيف تتجنب برمجه بطريقة سهلة ومنظمة وما يكون لديك أي مشاكل فيه أول شيء أريدك تعرف ثلاث باكيجات بنا أحتاجهم أول باكيج الذي هو إكس بريس سيشن ثاني باكيج الباسبورد ثالث باكيج الذي هو باسبورد استريجي فأول شيء تروح هنا تعرف مكان جديد تسمي Login عشان ما تلخط بين التعرفات كلها سوي هنا Enter ثم أول شيء تكتب هنا const session تسوي require تحقصين express شرطة session ثم باكيج الثاني الذي تعرفه هو باكيج باسبورد ثم تضغط هنا Enter const باسبورد تسوي require تحقصين ثم هنا باسبورد ثم أخر باكيج بتعرفه هو باسبورد discord أو باسبورد استريجي فتسوي هنا VAR عشان نعرفه هو كم يتغير تسمي discord استريجي ثم تسوي هنا يساوي require تحقصين باسبورد دوت 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 ثم الآن تروح Terminal نيو تريمنال تسوي npm install express session ثم تضغط مسافة باسبورد ثم مسافة باسبورد باسبورد ثم تضغط enter عشان يحملهم كلهم مع بعض ثم بعد ما تحمل ماك تروح تقفل هذا الترمينال ما نحتاجه ثم تأتي هنا على آخر شيء تروح تسوي مكان جديد تسوي هنا باسبورد config ثم تسوي هنا enter الآن نعرف أول شيء باكيجات حقة session أو تعرفات session نفسه ثم نروح هنا نسوي app.use تفتح قص تكتب هنا session ثم تفتح قص العادي بعد قص الذي هو موجع من حرف B ثم تضغط enter ثم أول تريف نعرفه هنا الذي هو secret هذا secret حق الموقع وهذا شيء محد يأخذه لأن إذا أحد أخذه أو سرقه ثم موقعك رائح وإذا كنت تقوم بعمل موقع الشراء فلا يجب أن تحفظ عليه وتسوي شيء محد يعرفه لأنني أفعل شرح فأفعله عادي أفعله tutorial أم يكون شيء محد يتوقع أو محد يستطيعه بسهولة ثم من الآن تروح تسوي فاصلة تسوي هنا resave تجعلها false لكي لا يعيد عادة الحفظ كل مرة لكي لا يخرج معك الموقع ثم بعد تسوي هنا فاصلة تروح تسوي save unused initialized ثم تسوي هنا نقطة الرأسية تجعلها كما false لا يعني به يحفظ أي شيء كلما تأتي تشغيل الموقع أو لما كل شخص يسوي تسجيل ثم تضغط enter وآخر شيء هنا تسوي الذي هو الname الname لا يكون اسم الموقع كما اهم شيء تتأكد أنه لا يمكن أن أخذها ستسوي اسم لك خاص فأنا مثلا ما أسميه tutorial 2023 مثلا ثم بعد هنا تسوي تحت هذا السيشن نسوي تعرفات الPassport من ديسكورد ثم هنا تسوي ثم تسوي ثم تسوي app.use تفتح Passport.inshalize ثم تفتح ثم تسوي ثم تسوي app.use تفتح Passport.session ثم تفتح هنا ثم تسوي تسوي ثم تسوي ثم تسوي ثم تتح ثم تفتح ثم تسوي ثم تسوي ثم تسوي ثم تنقص مهواج مهواج ثم تضغط here ثم تسوي تصوي ثم تسوي مثلا نستخدمه تحاول خلال لابد بوض لأنك تسوي فكريات خلال بملف الكونفج اللي هو من عند هنا الملف حق الكونفج تخلي فيه ID البوت حقك بعدين تعرف هنا المصار حق الكونفج بعد ذلك تكتب هنا الكلينت ايدي اللي انت سويته بالكونفج نفسه او التعريف طيب تسويه هنا client id او تعرفه بطريقة ثانية ما اللي هو ملف الemv تسوي .emv وتسوي ملف انت تكتب فيه الكلينت ايدي بس عشان تجي تفاعله تحمل package.emv وتسوي هنا بعد ما تسطبه process.emv.clientID لانك انا لم يسويها فتخليها client id بس لان معرفه بالجايسون تمو نفس الشي اللي هو client secret فتسوي هنا client secret وتعرفه client secret ثم عشان نجيب اللي هو client secret تروح عند موقع discord developers تروح عند الوط حقك تروح عند open auth 2 وتروح هنا عند general بعدين هتلاقي هنا client id تقدر تقدم هنا كمان وهنا عندك client secret فتسوي هنا reset client secret وتسوي yes do it والحين اذا عندك رمز تحقك تكتبه وبطالة كان client secret تنسخه وتضعه بالبروجيك عشان يشتغل بالموقع سام وثالث شيء نسويه هنا اللي هو callback url هنا تقدر تسوي بأكثر من طريقة تقدر تسوي هنا بالstring او تقدر تخليه بملاف الconfig او تقدر تخليه بملاف الprocess وهنا لا تتأكد منه اذا تأتي تسوي ال callback url تتأكد ان الرابط الذي تسويه هنا على ال callback يكون موجود هنا عشان ما يخرب معك البط فممشي تتأخذ هنا على اخر الرابط تكون فيه slash callback وكمان تنسخ هذا الرابط تذهب عند البط حقك تذهب هنا عند open auth 2 تلاقي هنا redirects تضغط عليها تسوي add redirect تضع هنا الرابط ال callback والحين تسوي save changes فمنحين بنسوي اخر شيء اللي هو scoops او اللي هو اللي تيب المستخدم يقبلها عشان يقدر يدخل للموقع حقك تسوي هنا فاصلة scoop تفتح قصين تقوم هنا ray ثم اول شي لازم تفاعله اللي هو identity وهذا يفاعل اللي هو username والافيطار والأشياء العام حقية المستخدم والid وهذه الأشياء ثم تقدر تفاعل الإيميل بس ما انصحك تفاعلها الا لو كنت تسوي manager shop تقدر تفاعل guilds و guilds join عشان اذا تبي المستخدم عشان اذا تبي تشوفوا سرارات الموجود فيها المستخدم او عشان نتخلي المستخدم يخش معك السيرفر وتقدر تسوي صلاحيات كثير واذا انت ما عارف بهذه الصلاحيات تقدر تروح عند command discord developers تروح عند open auth 2 تروح عند url generator تجد هنا الاسايميل الموجودة كلها هنا لديك identity هنا لديك guilds هنا لديك guilds join هنا لديك RBCs هنا لديك activity وهذه الأشياء كلها تستخدمها وبنوه على شيء انا لا انا مسؤول اذا احد تسوي شيء بهذه الأشياء اذا مثلا شيء اختراق او يسرق حسابات انا لا انا مسؤول عنه نهائيا انا بجلس تسوي شرح وانا كيف تسوي نظام تسجيل فانا اخلي مسؤوليتي من الان من الان تسوي تجيب الـ access token و الـ refresh token و الـ profile هنا تسوي فاصلة تكتب async تفتح قصين تكتب هنا access token بعدها فاصلة refresh token هنا فاصلة وهنا profile بعدها فاصلة هنا done وتسوي هنا على اخر شيء ro function تفتح قصين بعدين اذا المستخدم سجل تسوي هنا return done بعدها تفتح قصين هنا null بعدها profile ثم على اخر شيء هنا تسوي passport.serialize user تفتح قص تفتح قص ثاني تكتب هنا user بعدها هنا done بعدها تسوي euro function تسوي هنا done بعدها تفتح قصين هنا null بعدها فاصلة هنا user هنا تسوي كمان واحد ثاني password.serialize تفتح قصين هنا user بعدها فاصلة هنا done بعدها تسوي هنا arrow function done تفتح قصين هنا null user بعد أن تقوم بقى التعريفات كلها تقوم بقى فولدر الـ Dashboard تقوم بقى الـ Dash handler تقوم بقى ملف جديد اسمه Callback.js تقوم بقى التعريفات الستup بعد أن تأتي بالوسط تقوم بقى تعريف جديد أو ضالة شرطية جديدة تجعله إذا الملحة موجود يقوم بعملية التسجيل وإذا لم يقوم بعملية التسجيل ويقوم بعملية التسجيل وهذه مهمة لكي لا يقوم بإخبار الموقع والبت بعد أن نتعرف فوق بقى الجديد هو الـ Password لأننا نحتاجه الآن بعد أن تقوم بقى Const Passport تقوم بقى Require تفتح قوصين تكتب هنا Passport بعد أن تأتي هنا تحذف هذه تقوم بقى Passport.authenticate بعد أن تفتح قوصين تقوم بقى String العادي تجعلها Discord لأننا نجعل نضم التسجيل بالدسكورد نفسه بعد أن تقوم بقى فصلة تفتح قوصين تقوم بقى هوري Direct إذا مثلا فشلت التسجيل أن تجلب لها الصفحة التي يؤدي لها بعد أن تقوم بقى Fail بعد أن تقوم بقى Failure تقوم بقى Direct بعد أن تقوم بقى رقصة الرئيسية بعد أن تقوم بقى String تقوم بقى String الذي هو المكان الرئيسي الذي رجعه على الـ Index أو رجعه على الصفحة الرئيسية بعد أن تقوم بقى فصلة تفتح قوصين تكتب هنا Error بعد أن تقوم بقى فصلة هنا User بعد أن تقوم بقى RoFunction تفتح قوصين أول شيء يجعله يجعله إذا هناك Error أو لا لأنه لا يكمل عمليات التي تقوم بقى وإذا لم يكن في Error يكمل عمليات ويشوف الـ User ونظام التسجيل فتقوم بقى هنا ضلة شرطية FError يعني إذا كان موجود الأرر تقوم بقى Console.Error بعد أن يكتب الأرر الذي ظهر وتقوم بقى Return لكي لا يطلب الموقع يوقف هنا فقط ثم بعد هنا تقوم بقى F علامة تعجب User لكي إذا الـ User لم يكن موجود يقوم بقى Return Res.Redirect تفتح قوصين تقوم بقى Slash يرجع على الـ Index أو مكان التسجيل التي تتبينه ثم تنزل هنا تحت تقوم بقى Rec.LogIn ثم تفتح قوصين تكتب هنا User ثم تفتح قوصين هنا Error ثم تقوم بقى RoFunction ثم تفتح قوصين ثم تفتح قوصين وتفتح نفس الشيء إذا كان هناك مشكلة أو Error فتقوم بقى FError ثم تفتح قوصين Console.Error ثم هنا Error ثم تقوم بقى Return ثم بعدها تنزل هنا تحت إذا لم يكن هناك مشكلة أو لم يكن هناك Error ثم تقوم بقى Res.Redirect ثم تفتح قوصين ثم تقوم بقى مكان الذي لا يتم عليه مثلا التسجيل ثم تقوم بقى Dashboard أو تقوم بقى Logit على حسب ما تريد أن تسميه أنا أرجع الـ Index لأن لا أقوم بقى صفحة ثانية بالـ Views ثم بعدها تأتي هنا تتأكد على آخر هذا القوص ثم تفتح قوص تكتب Break ثم بعدها Res ثم هنا Next وتذهب إلى فوق ثم تقوم بقى فاصلة ثم تكتب هنا Next ثم كل شيء يجهز هنا بملف الـ Callback URL فنذهب هنا عند الـ Index نقوم بقى بطن جديد نجده يعرفه أو نجده يدخل على نظام التسجيل أو Login ثم تقوم بطن بسيط ثم تقوم بطن بسيط ثم تقوم بقى A اللي هو URL لأنه منحتاج يدخله على الرابط اللي هو حق الـ Callback فتقوم بقى ثم تقوم بقى وهنا تكتب الاسم اللي هو مثلا Login تحذف هؤلما تحتاجهم حاليا ثم وإذا لم ترى هذا الرابط الـ Callback يظهر فتقدر تقوم بقى الصفحة جديدة تقوم بقى Login ثم بقى .js وتقوم بقى الـ Index ثم بعدما تقوم بقى وتكتب Login وتتأكد أنك كاتب Login وترجع على نفس الشيء وتتأكد أنك هنا كاتب Callback لكي لا يخرب مع كل بطن فتذهب هنا عند الـ Login تقوم بقى res.redirect تفتح قصين تقوم بقى String تقوم بقى Callback وترجع هنا عند الدقيقة دقيقة أنا حاليا كلمك من ونتاج فاللي صار يطلع عمر السلامة وكل اختصار أن الصوت قطع فاللي أنت تفعله فقط هو شيء بسيط تعدله الـ Callback تخليه Login فقط خلاص كل شيء تمام ونجرب نود مسافة ونقطة ثم بعدما يشتغل معك الموقع الآن تقدر تجربة الـ Bot تذهب هنا على الـ Localhost الذي تقوم بقى وتجربة هنا الـ Button تجربة مرة صغيرة تقدر تعدل بعدين بالـ CSS هنا إذا تضغط عليه وكما ترى هنا أودّاك للـ Bot هنا كما ترى الرابط الذي تربط في الـ Bot الذي هو رابطه بالـ Localhost وهنا الصلاحيات التي يأخذها الـ Bot هنا يعرف الصرفات التي أنت موجد فيها فلما تقوم بـ Auth أو تقوم بـ Authorization يرجعك على الصفحة التي قمت بها التي هي هذه بعدما الـ User يقوم بـ Authorize يقوم بـ Redirect على هذا المكان وترجع هنا للـ Discord تقوم بـ Flash الصفحة ترى هنا عند الـ Authorized Apps تجد هنا الـ Bot لـ Authorize تقدر تشيله هنا من عند الـ Authorize وكذا نصل إلى نهاية المقطع ونهاية الشرح إذا أعجبك الفيديو لا تنسى تشترك وتفعل زر الإشعارات تجد أن تنشره مع أخيك إذا تحتاجه أي مساعدة أو عندهم مشكلة والأكواد والبروجيكت هذا كم تلاقوه تحت بالوصف بربط الـ GitHub وأنا بالـ Silver نرزلت على Rebellet لكن لا أعتقد أنه أحدثه باستمرار على Rebellet أنا أكمل تحديث على GitHub لأنه أجعله سريع وتجد أن تحمل من هناك وهذا عندك أي مشاكل أو سلسل تجد أن تسأل بالـ Server ويب السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر